في ظل الظروف الصعبة لجأت بعض الفتيات إلى فتح مشاريع خاصة منها القيام بتصوير الأفراح والمناسبات والاحتفالات بشكل كبير في عموم اليمن وذلك من أجل توفير احتياجات الحياة ثلاث فتيات أبدعنا بتألق وبشكل ملحوظ في وقت قصير وأصبحنا ينظرنا للحياة من منظور آخر لبناء مستقبلهن من خلال مشروعهن الخاص بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو بالأعراس والمناسبات والاحتفالات النسائية وغيرها من الفعاليات الخارجية دون كللا أو خوف من أي فشل قد يعترد طريقهن في ظل الأوضاع التي تعيشه البلاد بدأت أصور وكانت أصور مناسبات وأعياد الميلاد الخاصة في العائلة فشفت نفسي أنا متمكنة وقادرة أن أصور أكثر فبدأت أصور عرس صورت والعرس كان عرس واحدة من الأهل بعدين كمان رح تصورت عرس كثير والحمد لله معوقات كثيرة تواجه ألاء وحنين وسعادة منذ بداية عملهن في مشروعهن الخاص والتي منها غلاء المعدات والأدوات الخاصة بالتصوير وغيرها من المعوقات التي لم تكن حاجزا بالنسبة لهن الصعوبات كثير أول شيء إمكانيات المعدات من ناحية الأسعار من ناحية عدم توفرها في البلد غير كذا لما تبدأ مشروع صغير لازم أنك تبدأ بأشياء بسيطة مش من المعقول أن مشروع بسيط صغير بتبدأ بمعدات كبيرة والإمكانيات لا تسمح للأسف لكن نحاول بقدر الإمكان أن يكون الشغل تمام مع هذا مع الأيام تبدأ الصعوبات تروح مننا يطمحنا هؤلاء الفتيات في أن يكون في المستقبل القريب مصورات محترفات لفن التصوير لهن شهرة واسعة باعتبارها واحدة من الفنون التي لا يجدها إلا الموهوبين نحن كنا من البداية أصلا نحب التصوير نحب أن نصور نحب أن نشوف هذا اللقطة من فين زاد كمان معرفة أخذنا أكثر من دورة في أكثر من مجال في أكثر من معحد سواء فيتغراف ولا فيديو وبعدين نشقينا طريقنا والحمد لله مشينا بدأنا ليست هؤلاء الفتيات هن الوحيدات لكنهن نماذج من كثيرات تتجهنا نحو سوق العمل ونجحوا وثابروا للوصول إلى مستقبلا أفضل وكسبوا ثقة الآخرين داخل المجتمع وتغلبوا على صعوبات الحياة